والإنجاز منذر قبل من نسمعوه أبرز تصريحاته الصفة هذه ونعرف أن عبدالتيف المكي كان من بين القيادين الأبرز في حركة النهضة وقت الذي تخلى عبدالتيف المكي عن حركة النهضة كيف اشتبعت هذا خاصة أن نعرف اللحمة والتماسك في الحركة وأنه قليل وين تسمع استقالة أو أن حد من حركة النهضة يخرج صفة جديدة لعبدالتيف المكي كيف تراها له؟ أنا عبدالتيف المكي ونعرفه ليس اليوم ونعرفه من أيام الحركة التلابية المثال الثاني عبدالتيف المكي حياته كاملة في حركة الاتجاه الإسلامي وحركة النهضة أنه أنا بجد علي أن عبدالتيف المكي تخلى على طموحاته في خلاف التراشد الغنوشي على رأس النهضة وأنه تنازل على تراث كامل ومسيرة كاملة متجد شعلي رأي سمعته حتى في تصريح صحفي لها تسئل السؤال هذا منظر فقالوا له كيفاش أنت من مؤسسي حركة النهضة كانت إجابته ليتبرأ قال أنا مش من مؤسسي حركة النهضة أنا أوكي مش من مؤسسي ولكن من القيادين الأبرز في حركة النهضة هو من الجيل متاعي أنا يعني هو والعجمي لوريمي وعامر العريض وهذاك الجيل المتوسط اللي جاء بعض المؤسسين وحتى أنه كان على رأس وزارة الصحة ترشح عن حركة النهضة أنا الشي اللي مجدش علي أنه نعتقد أن الحزب هذا نجم يتواصل من غير عبدالطيف المكي تو يرجع أنا متأكد من هذا أنه يرجع عبدالطيف المكي في مرحلة معينة ما بعد يعني أمين عام لحزب العمل والإنجاز ما هي بشتقد هذه الصفاء لا ما نتصورش أنه حزب هذا بشي يخلي عبدالطيف المكي يقطع مع النهضة وما يرجعش لأنه شوف حبينا أركها لمنطقة التاريخ كأنك تقولي أنه عبدالطيف المكي نهضةوي في الخفاء ليه مش نهضةوي هو معروف نهضةوي أكثر تقوله أي إنسان أنا أنا أي إنسان في الشارع السياسي التونسي تقوله عبدالطيف المكي خل على النهضة مجد شالية الحكاية يعني سيسافر بحالة كل خلنا نسموه البرحة شنوه قالت حدث على رئاسة الجمهورية وقال مش كل رئيس يدير البلاد يحبها ملكه خلينا نسموه ما هو شي كل رئيس يحطوه بش يدير البلاد يقول لي كانها ملكه ويعمل فيها شي يحب ويلزم الناس تتبعوا من باب الواقعية ومن باب كذا قيسة سعيد مشاه في انقلاب والمحكمة الإفريقية قالت لي عملوا لكل غير دستوري أغلبية الأسادة القانون الدستوري في تونس قالوا لي عملوا غير دستوري الناس من أصحاب القانون الدستوري اللي مشاوا معاه في البداية بعدين تخلاوا عليه البرلمان التونسي اجتماعوا قال لي عملوا الرئيس غير دستوري أغلبية الطبقة السياسية كلها تقول لي عملوا غير دستوري نحن قاعدين قاوموا بقاومة سلمية هذه هي طبيعة الديمقراطية طبعا قيسة سعيد يستثمر في الغضب بطريقة انتهازية ولكن هذا مش مش ينجح له هذا لن ينجحه لأنه قاعد يخلق في مشاكل الواقع واليوم الحضوى اللي يحظى به قيس سعيد أقل بكثير من 25 جويلة 2021 ونأكد كلامك اللي كان صاير قبل 25 جويلة 2021 كان شيء غير معقول وغير مقبول وانتقدناه لكن من نجموش نصلحوا الخطاء بالخطيئة قيس السنيد هي خطيئة قام بها وهو رجل غير قادر على إدارة حوار وهو رجل غير قادر على العمل مع فريق ولذلك يطول وليقصر هذا ما صار خاطئ انتقادات لا يضعى من عبدالتي في الماكلة رئيس الجمهورية منظر وانتقادات فيها برشة مجاملة المرحلة بحكم الترويكة والمرحلة ما قبل 25 جويلة هذا يجب أن نقوله يجب أن نقوله أنه إذا هذا يعني مرفوض وأنه الآخر عليها اعتراض أنه في مرحلة من المراحل الشعب التونسي مشاه في اتجاه أنه يطوي الصفحة هذا هو الإشكال كيف يريد التونسي اللي يقول فيها عبدالتي في المكي بالطبيعة هو من زاوية سياسية متحزبة بقى تنظر على التخريج الجديد متحزبه جديد لكن يبقى دائما في سياق معارضة لـ 25 جويلة شنو اللي يجب 25 جويلة ما هو الفوضى في البرنامال ما هو الشائعات والمعطيات اللي كانت تتروج على شبكات التواصل الاجتماعي ما هو الأزمة التي تبقى مستمرة ما هي المؤسسات التي قاعدت تفلس ما هو زادة وقت اللي يرهن الاقتصاد التونسي في يد الأتراك والقرار السياسي في يد القطريين هو مغدرت حدث كيف كيف على مرحلة ما قابل 25 جويلة بلطفي وقال اوش نسمعوه قال صار عدم تفعيل منظومة الأمن القومي لحراسة التجربة تونسية خلينا سمعوه سأعمل بكل الطرق أن تكون هناك لجنة تحقيق أمن قومي فيما حدث إلى أن نقلب على التجربة الديمقراطية ونقول لك أحدى وجوه الفشل أنت على المنظومة التي كانت حاكمة قبل 2021 هي عدم تفعيلها لمنظومة الأمن القومي لحراسة التجربة التونسية خلات منظومة الأمن القومي تشتغل في العراع دون غطاء سياسي ودون توجيه سياسي لنصنع قبة من الأمن القومي تحمي التجربة وقائس سعيد أعطي رئيس الجمهورية في دستور 2014 أعطي هذه المهمة السامية هي مهمة الأمن القوم أعطي السياس الخارجي والدفاع والأجهزة الاستخباراتية لكي يتقن إيجاد منظومة أمن قومي تكون المنظومات الداخلية منتع الانتهج منتع الفلاح منتع التعليم منتع الثقافة تشتغل تحت حمايتها فأخلى بهذه المهمة ولكن قائس سعيد آمل هذا باش يمشي يتحكم في الأمور الداخلية وضيع هذه الأمن لا يمكن لأي دولة تكون في عراق استراتيجي وفي عراق من نعية الأمن القومي أن يتقدم اقتصاد لأن دولة تكون مخترقة منظر منظومة الأمن القومي نحب نفهم شنية منظومة الأمن القومي نحب عليه شك منتها ديما نقوله كلام مغلف وكلام يعني فيه برشة ديبلوماسية في غير محلها شنو إنتاج الجيش جوزة من الأمن القومي الأمن القومي هي الأجزة الأمن القومي الجيش والمخابرات والأمن هذا هو الأمن القومي في مفهومه المباشر أنت تحكي على حماية التجربة الديمقراطية حماية التجربة الديمقراطية في كل بلدين العالم من داخلها من نجاح مؤسساتها من وظيفية المؤسسات متاحها ما فماش إجراء خارق للعادة فوق المؤسسات الأمنية وفوق الجيش ممكن يحمي تجربة سياسية أو سياق معين بالنسبة لينا هذا ما يعنيش حاجة كبيرة ما يعنيش حاجة كبيرة خاصة أنه أنه وقت اللي طرحنا قلنا رأوا فما ميثاق أنا شخصيا طرحتها قلت فما ميثاق حماية الديمقراطية في إحدى المنابر الناس ما جددش عليهم هاو عليش الناس ما يجد عليهم الناس ما يجد عليهم لأنهم يعتبروا أنه الغرب هو الراعي الحقيقي لما بعد 14 جنفير 2011 وأنهم الأمريكان هاو كيعسوا على التجربة الديمقراطية هذا الكلام الرسمي زمود قال شكرا لك منذر كانت هذه فقرتنا اشتغال في راديو ميت اشتغال في راديو ميت